في الاسحاء الثالث سليمان يطلب الحكمة في العدد رقم خمسة بيقول في جبعون تراء الرب لسليمان في حلم ليلا ودي تراءة يعني في الرؤى الرب بيتواصل مع النبي سليمان بغض النظر ان الكتاب يعني ما بيوصفوش بانه سليمان النبي وبعدين هذا بينعكس على عقيلة النصارى هو سليمان النبي ولا مش نبي وبعدين النصارى طب هو مين النبي النبي متعلق بالنبوة وزي ما قرينا في سفر التثنية ان النبي اللي يقول نبوة ما تحصلش ده ما يبقاش نبي فبالتالي اللي يقول نبوة وتحصل يبقى نبي وقلنا ان دي مسألة فيه صالح اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان كل نبوة قالها سيدنا محمد اتحققت فيبقى عليه افضل الصلاة والسلام نبي من عند الله عز وجل بشروط الكتاب المقدس فالنصارى بيشوفوا هو السفر وصف سليمان بانه نبي لا العهد الجديد وصف سليمان بانه نبي مش متذكر لكن غالبا لا العهد الجديد وصف داود بانه نبي ايوة انا متذكر ده جيدا فخلاص مدام فيه نص بيقول ان داود نبي يبقى نبي طب ايه حكاية سليمان الرب كان بيتراء له في الحلم وكان بيكلمه وكذا يبقى دا نبي مش كفاية طيب هنعرف منين انه نبي دا فيه اصفار منسوبة لسليمان دا كفاية ممكن نصارى يقوله دا كفاية طب الاصفار دي فيها نبوات والنبوات دي النصارى بيعتقدوا انها تحققت مدام كده يبقى هو نبي خلاص خلص الكلام مدام النصارى بيعتقدوا انه فلان قال نبوة وهي تحققت يبقى نبي مفيش كلام طيب فانا بيقول في العدد خمسة من الساعة الثالث في جبعون تراء الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا اعطيك ربنا قال له اسأل اللي انت تريده او اللي انت عايزه وانا اعطيك فقال سليمان انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة حزبا ما صار امامك بامانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة كذا كذا والان ايها الرب الهي انت ملكت عبدك مكان داود ابي كذا 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 فالعدد التسع بيقول فاعطي عبدك قلبا فهيما لاحكم على شعبك واميز بين الخير والشر لانه من يقدر ان يحكم على شعبك العظيم هذا فهو اللي طلبوا حكمة والسليمان الحكيم والكلام دا كله وكان احكم الناس والناس كلها كانت بتأتي اليه علشان تسمع احكامه المسألة دي سفر الملوك الاول بيوضحها بشكل ما فيهاش نقاش وبعدين هنا في العدد رقم اتناشر الاله بيرد على سيدنا سليمان فبيقول له هو ذا قد فعلت حسب كلامك يعني اعطاه حكمة هو ذا اعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك مفيش لا قبلك ولا بعدك وبعدين هيكفر ويعبد الاصنام ويعبد الالهة الوثنين وبعدين ربنا علشان كده هيعقبه ويحصل انشقاك في مملكته هل الكلام دا يستقيم طب بالله عليكم واحد عادي بقى اللي هو للرب بيتراء له لحاجة اولا ثانيا اعطاله حكمة مفيش لا قبل ولا بعده وفي الاخر واحد زي دا راح عبد اصنام والنساء امن قلبه عن الرب الهي دا احنا بقى يعني خطعا ولا شك هنقع في الكفر اذا كان واحد ربنا كان بيتراء له واعطاله حكمة لا فيش قبل ولا بعده وعمل كده واقع في الكفر الغلاب العاديين هيعملوا ايه دي مصيبة فكرة ان الانبياء دول هم المصطفين الاخيار وان ربنا فضلهم على العالمين بمعنى انهم افضل الناس بحسب افضليتهم لذلك تم تميزهم ما بين العالمين وربنا اختارهم كانبياء فاذا دي عقيلة المسلمين في الانبياء والرسل طب واحد بقى زي سليمان اللي ربنا اعطاله حكمة خلته مفيش لقبل ولا بعده وبرضه يقع في الكفر عليه العوض ومنه العوض الله المستعان مشكلة مشكلة كبيرة طيب طيب فهنا بيقول هو ذا قد فعلت حسب كلامك هو ذا اعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظرك وقد اعطيتك ايضا ما لم تسأله علشان يعني الاله وجدوا انه كان قنوعا وسأل حكمة وفهما فربنا اعطاله زيادة ما لم يسأله اللي هو ايه غنى وكرامة حتى انه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك ممتاز يعني خلاص ربنا اتى ملك لا ينبغي لاحد من بعده خلاص كل ايامك كل ايام الملوك الفكرة بقى هنا ايه ان فيه فرق يعني الكتاب المقدس ما بيصلتش الدوق على امور القرآن الكريم بيحكيها عن سيدنا سليمان مسألة ان علم منطق الطير ومسألة التحكم في الريح ومسألة تسخير الجن والشياطين الكلام ده مش محكي عنه في هذا الكتاب ممكن يكون محكي عنه في بقية امور سليمان في سفر امور سليمان اللي هنقرأ عنه فيه ما بعد ان الكتاب بيشير اليه فين الكتاب ده مش موجود يقال ان محكي عنه في التلمود البابلي قصة الهدهد برضو والكلام ده ما فيش مشكلة لكن اقصد ان النصارى معرفتهم عن سيدنا سليمان من خلال الكتاب اصلا بيشوش على فكرة هو نبي ولا لا ما بالك انه كان من اعظم الانبياء واعظم الملوك وان ربنا اعطاه ملك لا ينبغي لاحد من بعد هنا الكتاب بيقول الكلام ده لكن بيعطيك فكرة ان الملك المقصود كان فقط في الغنى والثروة وان كان شعب بني اسرائيل كان متنغنغ في ايام سينا داود وكان متدلع وبياكل ويشربه وبيرقصه وبيمزحه وعايشين حياتهم كمسألة اقتصادية في الثروة لكن مش في مسألة تسخير ريح وشياطين وجن ومنطق طير لا الكتاب ما بيحكيش الكلام ده المهم هنا نص مهم جدا في العدد 13 بيقول خلاص وقد اعطيتك ايضا ما لم تسأله غنى وكرامة حتى انه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك فان شوف شرطية فان سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود ابوك فاني اطيل ايامك شرطية شرطية تاني نص بيبين المسألة انها شرطية طيب وبعدين